بإذن الله يقدروا يساعدوا جمهور النادي الأهلي في كل مكان بإذن الله تعالى ده فيما يتعلق بمبارات الأمس المبارات اللي جاية مهمة جدا عندنا مع الجنة وإن شاء الله نركز فيها والفريق يقدر يستعيد توازنه ويقدر يفوز في هذه المبارات قبل مطلع الفاصل معلومة مهمة جدا عايز أقولها لحضراتك وهو فيما يتعلق بمحمد محمود وهي معلومة بنختم بها فاكر الترند ومحمد محمود في الحقيقة يعني الكلام تلع كتير عليه خلال الساعات الأخيرة تحديدا حراتكم الحقيقة بالتفاصيل بالتفاصيل محمد محمود حس ببعض الألام الخفيفة أو في الرجبة ودي طبيعية بعد جراحة الروباط الصليبي وبعد ما بتيجي تنزل الملعب أنا جربت الموضوع ده في الروباط الصليبي ودي بتبقى حاجات طبيعية ما بتيجي تباصي كرة أو تشوته كرة وكلام من ده بتحس ببعض الألام نتيجة للعملية ما فيش مشكلة فبالتالي إيه اللي حصل لما الولد حس بالألام دي محمد محمود هو نجمه لعب كبير قوي راح سافر ألمانيا عمل بعض الفحوصات التبية الفحوصات أكدت إيه وأثبتت إيه أثبتت سلامة اللاعد بنسبة مليون في المية وحينضم محمد محمود لتدريبات النادي الأهلي خلال أيام من دلوقتي عشان يكون في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي وأكيد عودته هتكون مكسب مهم جدا للفريق طبعا مش في المرحلة دي في المرحلة اللي هيكون فيها مقايد أو هو مقايد محلية بس مش مقايد إفريقيا يعني وقت ما حيتامل الاحتياج ليه هيكون موجود بإذن الله وجاهز بنسبة مليون في المية ده فيما يتعلق محمد محمود ووضحنا لكم الجزئية دي هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجعني كم استنم